دكتور سعود المطير أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن السعود الإسلامية أهلا بك معنا دكتور سعود وشكرا على حضورك خلينا نبدأ بهذا الخبر الأهم وانعكاسه اليوم على السوق قطاع التجزئة يبدو بأنه تقدم إليه العديد من الشركات سيتم إعلانها لاحقا للدخول إلى السوق واليوم عملية دراسة فتح جزء من قطاع الخدمات الهندسية وإدارة المشاريع أمام الأجانب هل سيحظى بإقبال أجنبي برأيك في ظل التراجعات التي تشهدها معظم شركات الاستثمار العالمية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تحية لك والمشاهدين والمشاهدات طبعا قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية كما نعلم ينمو بشكل مستمر ويستمد نموه من ثلاثة عوامر رئيسية العامل الأول تنامي عدد السكان بنسبة ربما تفوق الكثير من الدول العامل الثاني القدوم الكثير من العمالة الوافدة التي تعمل في المملكة العربية السعودية ولا شك أن هؤلاء وين صغروا استهلاكهم لكنهم برضو يشكلون جزء من الاستهلاك في الاقتصاد السعودي العامل الثالث الثروات الثروات لأن الاستهلاك كما نعلم يتأثر ليس فقط في الدخل الحالي وإنما أيضا ما تراكم من ثروات لدى الأفراد العامل الرابع أيضا نمو دخل الأفراد سنة بعد أخرى وإن كان هذا في الغالب أن يكون مرهون بتزايد إرادات الدولة ونفقاتها لكن بشكل عام لو أخذنا على مستوى تاريخي نجد فيه نمو وإن كان بعض الأحياء معدنة للتضخم يعني يخفض من هذا النمو لأنه عامل سلبي أيضا هذه العوامل مجتمعة لا شك أنها تجعل سوق التجزئة في المملكة العربية السعودية مغري جدا للعالم الخارجي ولهذا الكثير من الشركات ومنها الشركات المشهورة في أمريكا لديها رغبة جادة في عملية الاستثمار في المملكة العربية السعودية وأتصور أن قطاع التجزئة لدينا في المملكة يمكن أمامه يبدو أن نهاية مارش تتضح المعالم ربما البداية الفعلية تكون مع بداية السنة القادمة لكن على قطاع التجزئة لدينا المملوك وخاصة الشركات الموجودة في سوق الأسم السعودي أن تعمل بجدية على استقطاب الكثير من العمل وأن تكون المقدرة التنافسية لها عالية حتى تستطيع أن تحافظ على حصتها وإلا السوق لن يرحمها بما يخص المهندسين والشركات الهندسية طبعا بكل تأكيد قطاع الهندسة مهم جدا في المملكة العربية السعودية وعلى وجه الخصوص الهندسة العمرانية نحتاج إلى فعلا شركات متعددة وتنافسية عالية لأجل أن تتولى عملية المراقبة ومتابعة العمران حتى يكون بشكل هندسي لائق ونستطيع أن نقلص الكثير من الأخطاء والعيوب التي كانت تقع في أوقات سابقة فأتصور سيكون لك فرصة مواتية جدا أيضا ولكنها بكل تأكيد سوف تكون مرحلة أخرى بعد قطاع التجزيع طيب بالنسبة لعمليات الطروحات دكتور السعود الآن على ما يبدو بأن هناك أيضا خطط كما أعلن وسمعنا عنها لطرح الخطوط الجوية السعودية للشحن للاكتتاب وهي التابعة للخطوط الجوية السعودية دون غيرها يمكن هي الأولى بالطرحة خلال الفترة المقبلة عملية الطروحات الآن بالسوق هل ستكون مناسبة وإحنا يمكن شفنا عملية الطرح التي طالت الخطوط السعودية للتموين أيضا كان فيها إقبال كبير على هذا الإكتتاب وعملية الطرحة هل سيحظى هذا السهم برأيك بإقبال خلال هذا الموسم إذا تم لنهاية 2016 طبعا بالنسبة للشركة السعودية أو الخطوط السعودية للطيران لا شك أنها شركة كبيرة جدا وبدلا من أن يتم تخصيصها مرة واحدة أصبح هناك تخصيص جزئي يعني بدأنا في عملية التموين قطاع التموين في خطوط السعودية ولا شك أن هذا حقق النجاح وكما نعلم القيمة السوقية لا ارتفعت كثيرا وأيضا الخدمات العرضية ونحن الآن في قطاع الشحن وأرجو أن يستكمل فعلا تخصيص الخطوط السعودية بالكامل لأن فعلا الخطوط السعودية المفروضة أنها تكون لبنة من اللبنات التي يعتمد عليها الاقتصاد السعودي يعني يفترض أنها تكون عامل إيراد أو تحقق إيرادات للدولة بينما الآن في الوقت الحاضي تعتبر عالة على خزانة الدولة فأتصور أن الخصخصة لعله يستعجل بها أنها فعلا سوف تخرج مثل هذه الخطوط السعودية من الخسارة إلى تحقيق الأرباح وتخفف العبع على ميزية الدولة وفعلا نحن بحاجة إليه وأتوقع أن السوق نعم والسوق الآن آخر اكتتاب كم خطي ممرة يعني كان هناك تشكيك في تغطية ميبكو وتمت تغطيتها رغم ارتفاع علاوة الإصدار ولكن مع ذلك تمت تغطيتها بنسبة عالية وتصور حتى يعني لو أعطيت الفرصة في الوقت الحاضر عملية اكتتاب قطعة الشحن في الخطوط السعودية سيقع رواجا ويمكن تغطيتها بكل قوة بكل ثقة بإذن الله طيب باختصار اليوم موبايلي عم بتقول أن العمومية دعت إلى إضافة أنشطة جديدة ومهام جديدة لرئيس مجلس الإدارة دكتور سعود ستمكن رئيس مجلس الإدارة من التوقيع على الملاحق الخاصة بتعديل زيادة أو خفض رأس المال إلى أي مدى برأيك هذا سيكون تأثيره على الشركة ما الأنشطة المرتقب أيضا أن تضاف إلى موبايلي لتعزيز ربحيتها أنا أتصور أن من التجربة السابقة لموبايلي وعملية تسييل بعض المحافظة المرتبطة بأعضاء مجلس الإدارة والذي حتى الآن لم نسمع كيف جرت تحقيق وما ينتائجه أتصور أن أعطاء صلاحيات إضافية لرئيس موبايلي أو غير من الرؤسة يحتاج إلى توقف كثيرا لأن عملية يعني يبدو أعطاء صلاحيات فقط لشخص هذه فيها نوع من الدكتاتورية صحيح أن نحتاج إلى عملية الاستعجال ببعض العمليات والخروج من البقراطية لكن أيضا يجب أن تكون القرارات في مصلحة الشركة 100% بعض الحيان القرارات تكون في مصلحة خاصة والمصلحة الخاصة تتعارض مع المصلحة العامة للمساهمين فأنا لا أؤيد فعلا عملية أعطاء صلاحيات إضافية للكثير من رؤساء الإدارات لأن الكثير من إدارات الشركات هي السبب في تعاسة الكثير من الشركات يعني شركات تعمل في المملكة العربية السعودية وأمامها سوق واسع وجذاب وممكن فعلا أن نتحق أرباح عالية نجد أن أعمال خاطئة من قبل مجلس الإدارة سواء كانت بقصد أو بغير قصد تؤدي إلى تحقيق خسائر مستمرة في بعض الشركات في سوق الأسهم السعودي شكرا جزيلا لك يا دكتور سعود لمطير وأستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية